اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثالثة من دور التعليم برنامج اكسل المستوى الاحترافي في المحاضرة السابقة وصلنا الى كيفية عمل رصيد الاجازات وتعلمنا شو نحسب رصيد الاعتيادات لعام 2019 وطبعا كانت هذه النتيجة هو عندما نأخذ اعتيادية راح البرنامج ينقصنا من الرصيد يوم في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية حساب رصيد الاجازات لعام 2020 بناء على رصيد الاجازات لعام 2019 من خلال الترحيل طبعا في المحاضرة الخامسة من دورة اكسل المستوى المتقدم شرحنا الترحيل وكيفية استخدامه في برنامج اكسل بما انه المنتسبين نفس المنتسبين واسماء الاشهر بنفس الاسماء ونفس التواريخ فما راح نكتب هذه المعلومات راح نرحلها بشكل مباشر الى 2020 من خلال انه اجي اللي هنا الاحظ انه هذا الخلية اللي هي اي واحد نجي اللي هنا راح نشوف هذا الخلية اللي هي اي واحد نضغط يساوي وطبعا ما نضغط انتر نروح مباشرة الى 2019 نحدد الخلية اللي هي اي واحد ومن ثم انتر راح نلاحظ انه هذا الخلية راح تجينا بشكل مباشر طبعا نجي نحددهن بشكل مباشر وطبعا نجي اللي هنا راح نسوي التحديد وطبعا اسم الموظف بشكل مباشر راح ينزل وممكن انه نجري هاي التنسيقات بشكل سريع طبعا اذا نلاحظ هنان عدنا عام ممكن انه نجي في هذا الخلية نحدد هاي ونختار نسخ التنسيق نجي اللي هنا نحدد لصق التنسيق وطبعا ايضا دبل كليك نسخ التنسيق ونلصقه في هذه الخلية وطبعا اكيد راح نسوي هاندل للاشهر البقية ونحددهن احنا راح نشتغل لشهر واحد وبنفس الفكرة بقية الاشهر ممكن نشتغل لشهرين ماكو مشكلة طبعا نفس الفكرة راح نطبق اللي طبقناها بيه المحاضرات السابقة راح نجمع رصيد الاعتيادات لشهر كانون الاول اللي هو شهر الواحد طبعا في حال انه كان عندنا هذا زيادة ممكن انه نضغط على حذف ونكتب هنا مجموع اعتياديات كانون الاول او الثاني ومن ثم انتر طبعا التفاف النص ورح نطلع احنا الاعتياديات من خلال انه نحدد هذه الخلية ونروح على صيغ ومن ثم نختاري اما بالعناصر مستخدمة مؤخرا اما نجعل دالات اضافية احصائي ومن ثم نختار الدالة كاونت اف بعد ما اختارنا الدالة كاونت اف بالرينج رح نحدد الرينج اللي هو الخاص بالشهر الاول طبعا ما عدا الرصيد نترك الرصيد اللي هنانا وهنانا رح نكتب حرف عين وموافق وطبعا اكيد رح ننزل الى المنتسبين الخمسة طبعا في حال لو اخذنا هنا عين باي خلية رح ناخذ عين ورح البرنامج يبدي يعدلنا طيب ممكن هنا نعدلنا الشهر الاول ممكن بعد ما اشتغلنا الشهر الثاني خلي نشتغل الشهر الثاني اللي هو واحد شباط وطبعا اكيد نسخ التنسيق لسخ التنسيق ونسوي احتواء تلقائي جيد يتم تحديد هذه الخلايا وطبعا ذبلك لك على الخط اليساري لأي عمود من هذه الامدة حتى يصبح لدينا احتواء تلقائي وهنا رح يكون لدينا مجموع عين شباط طبعا اكيد رح نسوي التفاف للنص وبنفس الطريقة من صياغ والعناصر مستخدمة مؤخرا كونت اف بالرينج رح نحدد السطر الاول هذا وبالكرترية رح نحدد العين ومن ثم موافق واكيد طبعا نسوي هاندل للمنتسبين الخمسة نلاحظ انه هنا اي اعتيادية رح ناخذها بهذا الشهر رح يحسبها البرنامج ويضطينا النتيجة طيب هس لو ردت احسب الرصيد الرصيد هنا لـ 2020 رح يكون مختلف عن الرصيد بـ 2019 بفقرة واحد الفقرة هي اضافة الرصيد المتراكم من 2019 يعني يعني انا في 2020 من حقي انه ااخذ 30 يوم هذا الـ 30 يوم يضاف الى الرصيد المتبقي من 2019 يعني المنتسب محمد باسم عنده 21 و 30 يوم رح يكون النتيجة 51 يوم فقط انه لازم ننتبه انه بيئة ترحيل مهم جدا انه هاي الاسماء تكون مشابهة ومطابقة لهذه الاسماء حتى لما نشتغل الهاندل ولما نشتغل المعادلة الخاصة بيئة ترحيل تكون جيدة وصحيحة حتى نحسب الرصيد اول خطوة رح نضيف عمود جديد هذا العمود الجديد رح نسمي الرصيد المتراكم طبعا احنا بـ 2020 نضغط هنا في هذه الخلية كليك ايمن ونختار ادراج وراح نسمي الرصيد المتراكم جيد جدا ممكن انه هذا نصغره شوي ونمطي التفاف التفاف نص وطبعا هنا نعدل هذا الخطأ اللي هو المتراكم طبعا هنا رح نسوي عملية ترحيل للرصيد المتراكم المنتسب محمد عباس هنا اول خلية او المنتسب محمد باسم عفوا نضغط على يساوي ونروح على 2019 نحدد محمد باسم اللي هو الرصيد المتراكم اللي هو 21 بعدها انتر رح يصير عدنا 21 يوم طبعا نسوي هاندل لبقية المنتسبين فكل منتسب عنده باقي من رصيده كذا يوم محتمل انه عدنا واحد من المنتسبين مثلا محتمل هذا المنتسب ما اخذ اعتيادات لكل الايام وبالتالي ما باقي لرصيده محتمل يعني محتمل اهنا هذا المنتسب خلصا اجازاته في 2018 فعنده صفر احنا رح تطلع عندنا القيمة صفر جيد يعني في حال انه عنده رصيد متراكم رح يجينا ل2020 واذا ما عنده تجينا القيمة صفر طيب هسا رح نحسب الرصيد اللي هو الرصيد الكلي شون يساوينا رصيد الكلي الرصيد الكلي يساوينا هنا المعادلة رح تكون يساوينا 30 زائدا 21 المجموع رح يجمع وبالتالي هذا المجموع كله رح نقص من عنده الاعتيادات اللي هنا بكانون الثاني واشباط وآذار وهكذا اللي هين اعتيادات اللي اخذناها خلال اشهر السنة نطبق هذه المعادلة اول خطوة اللي هي يساوي 30 طبعا يفضل انه نفتح قوس 30 زائدا زائدا الرصيد المتراكم هذا نحدده بالماوس طبعا بما انه 21 ما نكتب هنا انا 21 نحدده بالماوس حتى لما نشتغل هاندل رح يضطينا القيم يشتغلنا على هذه القيم بشكل دايناميك هذا الرقم بعد ما ينجمع رح ننقص من عنده هذا الرقم ونقص من عنده الرقم اللي هو الشهر الثاني اللي هو مجموعة اعتياديات الشهر الثاني وطبعا ينقص من عنده شهر الثالث والرابع والخامس الى نهاية السنة بس انا هسا كمثال رح اشرح على شهرين فقط بعد ما كمننا هذه الدالة اللي هي ثلاثين زائدا طبعا نجمع ثلاثين مع الرصيد المتراكم رح يصبح عندنا رصيد جديد هذا الرصيد الجديد اللي خليناه بيانقوسيا رح نطرح من عنده الاعتياديات اللي اخذناها خلال اشهر السنة رح يطلع عندنا الصافي الرصيد اللي هو الرصيد الكل نضغط على انتر رح يطلع عنده هنانا ثمانية وربعين لو اجينا حسابنا واحد وعشرين وثلاثين رح يصبح عندنا واحد وخمسين واحد وخمسين ريد نقص من عنده مجموعة الاعتياديات نحسب الاعتياديات اللي هنه اثمين وواحد صار ثلاثة فواحد وخمسين نقصا ثلاثة رح يطلع عندنا ثمانية وربعين وطبعا وهكذا رح يطلع عندنا الرصيد الكلي لبقية المنتسبين العملية سهلة جدا وبسيطة فقط تحتاج تركيز بسيط وانتباه واذا شفت الفيديو صعب ممكن تعيدوه مرة او مرتين ورح يكون طبعا رصيد الاعتياديات كلش سهل وبسيط عليكم نلتقيكم في المهاضرة القادمة باذنه تعالى